كان فيه طالب في مدرسة عنده سؤالين محيرينه جدا ومش عارف إجابتهم سأل الأستاذ بتاعه فالأستاذ قال له قول يا ابني إيه هي الأسئلة السؤال الأول هل الله موجود وما هو شكله والسؤال الثاني إذا كان الشيطان مخلوق من نار فلماذا يلقى فيها ليعذب بعد ذلك وهي لن تؤثر فيه لأنه من جنس النار كل اللي عمله الأستاذ أنه صفع الطالب على وجهه بالألم وقال للطالب أنت لما أنا صفعتك على وجهك أنت حسيت بإيه الطالب قال له حسيت بالألم الأستاذ سأله قال له تقدر توريني الألم أو الوجع اللي أنت حسيت بيه عايز أشوفه فالطالب قال له لا طبعا ما أقدرش فالأستاذ قال له كده يبقى ربنا بنحس بيه بس مش بنشوفه فلازم تعرف أن فعلا ربنا موجود إجابة السؤال الثاني الأستاذ سأل الطالب أنا إيجي مصنوعة من إيه؟ الطالب رده وقال من تين المدرس سأل الطالب وجهك مصنوع من إيه؟ قال له برضو من تين الأستاذ رده وقال له ماذا تشعر بعد أن صفعتك؟ قال له أشعر بالألم قال له إذن كيف الطين يقلم طين؟ الأستاذ بيقول للطالب إزاي الطين بيقلم الطين؟ دي إرادة ربنا وخلقه فبالرغم من إن الشيطان من نار هتكون النار مكان أليم وعذاب للشيطان تبقى لمشيئة الله وهو يارب تكون حكايتي دي عجبتكم ويارب تعجبكم قناتي وياريت كده ما تنسونيش دايما في اللايك والشير والسبسكرايب وتقول لي كومنت كده حلو علشان أعرف رأيكم في قناتي وأستمر معكم سلام يا أصدقائي